الزكرة الحديثة 10 للثورة ثورة 30 يونيو بمشاركة الكنيسة ستكون الحية الاحتفالات بالهيئة العامة للإستعلامات في السلام وبالفعل تمت بمشاركة نيافة الأنبى مكسيموس القسكو في العام لكتنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين أمس احتفالية أقامتها الهيئة العامة لإستعلامات قطاع الإعلام الدخلية بمناسبة زكرة ثورة 30 يونيو في مجمع الإعلام بمدينة السلام شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة فيلما تسجليا لتلحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة كما شهدت الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بمحافظة القاهرة هذا وتسلم نيافة الأنبى ماكسيموس درع الهيئة من رئيسها الدكتور دياء رشوان أيضا شيخ الأزهر هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو حيث تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى السجرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو دعينا المولى عز وجل أن يحفظ مصرانها الغالية ويقيها من كل مقروه وسوء وأن يجعلها واحة للأمن والأمان ويوفق قادتها لما فيه خير البلاد وطبعا برضو بيكون فيه تهاني بهذه المناسبة من قدسة البابا ومن الكنايس والحيال كل بيهني بعضه على هذه الثورة العظيمة طبعا اللي زي ما قلت لحضراتكم كلنا لن ننساها إزاحة الإخوان من حكم مصر